اشتركوا في القناة 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 طريقة التعادل يرتبط الضد بمولد ضد ويوقف نشاطهم يوقف نشاطه بعد النشاط بوقفه خالص اذا ضد مع مولد ضد يؤدي الى ايقاف نشاط مولد ضد الطريقة الثانية التلازن او الالتصاق التلازن او الالتصاق مولد ضد يرتبط باكثر من ضد عفوا يرتبط باكثر من مولد ضد مشكلا تجمعات يتم التهامها من قبل الخلايا البالعة إذن بيلتصق فيه مثل المغناطيس وقت اللي بيلمل برادة الحديد شلوه فهذا هيكي بيصير الضد أشو بيجذب باتجاهه ومو بمعنى أنه يجذب يجذب إنما يرتبط بهالي الموالدات الضد هيك وكأنه لو قاربنا التشبيه بين المغناطيس وبرادة الحديد شلوه تجمعت حواليه فهي بتجمع حواليه هيك للأضاد هاي بشكل مجموعات بيكون الخلايا البالي عشافة بتجي بتلتهم هذا اسمه الثلاثون في عنا الترسيب الترسيب يتحد بمجيبه الضد مع مولد ضد المولدات الضد المنحلي واللي هي مولد سامي بتكون وتترسب فيسهل التهامها بنعرف أش معناه الترسيب بالكيميا إنه المادي بدل ما كانت منحلي ما بشوف لها مثل كربونال كالسيو مقلي بتفعلها مع مادي بيكون شو ترسبت الكربونال كالسيوم لتحت هالترسيبات هاي هالمادي اللي غير قابلة للحلال مثل نفس المبدأ تقريبا هون إنه مولد الضد مولد الضد كان مادي منحلي ضمن هالسوائل أو أخلاط الجسم داخل إن كان على الدم أو على اللمف أو ضمن أخلاط النسوج بيتحد معه الضد بيكون شو رسبه بترسيبه وقف يعني عملية مثل شل حركته فبتجي بقى الملتهمات كمان وبتبدأ بعملية التنظيف في عنا التحلل طريقة التحلل طريقة التحلل هاي أو تنشيط البروتينات المتممي تتحلل مولدات الضد بعد ارتباطها بالضد وذلك لمساعدة من البروتينات لمساعدة البروتينات المتممي مساعدة البروتينات المتممي إذن ما هي طرق التي يعمل بها الضد ما هي الطرق التي يعمل بها الضد أو الجسم المضاد للقضاء على مولدات الضد لدينا أربع طرق التعادل وهو أن يرتبط الضد بمولد الضد ويوقف نشاطه خالص يوقف نشاطه الشغل الثاني اللي هي التلازم بيبدأ بيجمع حوالي مولدات الضد ويفسح المجال لالتهامة من قبل الخلايا البالعة الحالة التالتة أو الطريقة التالتة اللي هي الترسيب بيتحد معها ويرسبها بيخليها مادة تصير مادة مترسبة بعدما كانت مادة منحلة ضمن الأخلاف والجسم ممكن يكون الدمق منها أو اللام وطريقة الرابعة اللي هي التحلل أو تنشيط البروتينات المتممي التحلل هذا تتحلل مولدات الضد بعد ارتباطها بالضد وذلك مساعدة البروتينات المتممي تذكر دور البروتينات المتممي اللي كانت شون تهاجم مولدات الضد وتثقبها تثقبها ومن أجل دخول الماء وتنفجر الخلايا تنفجر الخلايا فهذه الطرق هي عبارة عن طرق عمل الضد للقضاء على مولد الضد ما سنعيدها بشكل سريع من يعدلنا؟ أول طريقة ما هي أول طريقة؟ إذن تعمل تعادل يعني تضد نعم نعم إذن هذه أول حالة هي ممتاز التعادل هو ارتباط الضد بمولد الضد ويوقف نشاطه وكرة إذن esimerkحب التلازم الالتصاق يرتبط الضد بناء اكثر من مولد ضد مشكلة النموات يتم التهامها من قبل الخلايا البالعة نعم ممتاز إذن يرتبط ضد بأكثر من مولد ضد مشكلة تجمعات يتم التهامها من قبل الخلايا البالعة ممتاز أحسنتم الطريقة الثالثة أو قبل ما أظهرها ما هي الطريقة الثالثة؟ مين يذكرها؟ الترسيب يتحد بموجبه الضد معمولة قلدات الضد المنحلي وترسب فيسهل التهامها نعم إذن يتحد ممتاز يتحد بموجبه الترسيب هاي الضد معمولة الضد اللي بيكون منحل كان منحل وشو؟ وصار غير منحل بعد ما اتحد مع الضد ويترسب فيسهل التهامه طريقة الرابعة طريقة الرابعة ممتاز إذن تتحلل مولدات الضد بعد ارتباطها بالضد وذلك بمساعدة البروتينات المتمنة أحسنتم طبعا جميعا اللي المشاركين يعمل لاحظ هنا بالشكل لاحظ لاحظ يعمل ارتباط العسام مرضى بمولد الضد على تثبيطه بطرق منها أول الشي التعادل شايفين كيف كان التعادل اتحد شايفين هالخط هذا المثل الواي حرف واي بالانجليزي بالوسط فيه اشوف فيروس شايف شون بيتحد معه كان فيروس او جرسوم بيتحد معه الضد الضد هاي بتتحد مع الفيروس او الجرسوم وبتوقف عمله هذا التعادل الالتصاق شايفين شون جمعهم كلهم عبعضهم البعض شايف الجرسيم شون جمعات حوالي الأضد شايفين هاي جمعات بتصير اشو اسهل على عملية البلع الترسيب شايفين جزيئات من مولد الضد اتحدث مع الأضد شايفين هذا الأضد هو هالشكل الواي هالشكل الواي بالانجليزي هو الأضد وهالدائرة هي مولد الضد او جزء من مولد الضد بيتحد معه وكان منحل بيسويه متلسب في الحالات الثلاثة هاي كانت اشو تيجي البالعات بعدها تنظف هالعامليات ان كان ايقاف العمل في التعادل او التجميع بالتلازن او الترسيب بالحالة التالتي كلها اخر شيء بدي ايجي الخلايا البالع الكبيرة وتيجي تبلع هال البقايا هاي الاخير اللي هو يقلنا عن طريق تنشيط البروتينات المتممة وهي عملية التحلل لاحظ هنا مولد الضد كيف نشط بروتين اسم البروتين المتمم البروتين المتمم عمل الثقب ثقب الخلي ثقب الخلي وادى الى تحللها اذا ثقب الخلي وادى الى تحللها وانفجارها هاي اذا آلية عمل من الجسم المضاب اريد عمل الجسم المضاب طبعا هيك بيكون انهينا انهينا قسم الجهاز المناعي المتخصص وقبلو كنا اخذين الجهاز المناعي غير المتخصص ترجمة نانسي قنقر